السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنفتح علبة بلابل اندماج النفاثة Lyft Abolus & Right Artemis أول عقرب السام والتنين الحارق مجموعة هذه سيأتي فيها بولبليين ورح منهم يميني والثاني يساري واضح من الأسماء Lyft Abolus & Right Artemis فهذا سيكون يا جماعة الخير اليساري وهذا سيكون اليميني ترجمة أسماء البلابل لست ترجمة حرفياً Lyft Abolus سيكون اسمه أبولوس اليساري وRight Artemis سيكون اسمه فالاسمار غريبة جدا فعجب كذا انا جاء في بال اسم التنين الحارق لانه كذا يعني في له هذه التعوجات اللي كانوا في ظهر التنين مثلا وحارق لان اسم ثاني فلازم طبع الاسم يكون من اسمين يعني فالعقرب السام جاني فجأة وانا كذا قاعد ابحث عن البلابل جاني فجأة اسم العقرب السام هذي اقتراحات من عندي فانتظر لما انتسبي ستون تظهر البلابل ونشوف اشتسميهم جماعة الخير المنتج هذا من متجرنا متجر سويت تويز هو حاليا غير متوفر وصلاح اللي حاب يشوف المتجر طبع رابط طاحف سندوق الوصف فخش شوف المتجر ويعني تسوق ممتع وبرضو المنتج هذا هنوفره يوم الاحد الساعة ثمانية في الليل اخشيك على المتجر اول ما نوفره هننزل في استقرام متجر هننزل في استقراماتنا الشخصية احترابتنا في مواقع التواصل اجتماعي وكما هننزل متده في اليوتيوب انا جماعة الخير اليوم جدا متحمس لهذه المجموعة لان اصطورية غير الناس من متجرنا وكمان اصطورية مجموعة من جيد يعني استهل كل الراحة تدفع فيها مع الشحن حنيوصل تقريبا سعرها توقع ٦٥ ٦٥ ووالله انا استهل يا جماعة الخير وغير كل ما توقع ٥٥٠ فصعب صعب جدا هنا تجي مع حلبة الإلكترونية سوف اطلال لكم صورات الريحين هنا كمان جماعة الخير وباكم تكتبون لرائيكم عن هذه الخلفية او هل تريدون أن تستمر بهذه الخلفية او الخلفية القديمة اوكي شباب فهذه العلبة وهذه المجموعة حاجة فيها بالبلان زي ما قلت لكم مجموعة من مكيو مكيو من اطلال الشركات الصناعة بلابل بعد تكاراتون طبعا المجموعة طبعا سيكون فيها كل الرافرات مزدوجة يعني كلهم سيطلعون مزدوجين او بنظام البلانس وطبعا زي ما تشوفين اصدار المجموعة بيمي ١٢٦ هذه البي ١٢٦ التي تجي مع الحلبة لان المجموعة من تكاراتون بس تباعها مع الحلبة حلبة الاكترونية اللي اريدكم منها قبل شوية الباب اللي حظهرون في الحلقات الجاية من بي باتل بير سيرو مجموعة ماليمين احطر لكم قطع رايت ارتميس و جهاز الاطلاق ومعنى مو هذي اطلاق واجهة العلبة حكم في البلبلين اللي صار بعض المعلومات عن لفت ابرولوس وانه الخلف هي معلومات كيس مليون في المية كيال وحد الصح اللي موجود في المجموعة هذه او في العلبة من الخلف انه يمكنكم تدمج البلابل مع بعض وحسب عندكم بلبل ثالث بتقنية غريبة يحكون دوران يميني او يساري وان صراحة فضل يساري وحشوف دحين ليش والشي الثاني اللي صح انه ليفت ابرولوس و رايت ارتم اسماء البلابل و اسماء الليغات كثير الشيء غلط من ضمنها انه هذي اللغة مدرشية وهنا كمان مجموعة تربو رايت ابرولوس و ليفت اش اغبط هنا اوكي وكذا طاقت هذي المين ماقول ان هذي اللغة بلينص طاقت مستحيل صح سيتذريكم ان العلبة من فوق اندماج البلابل فهذول اللي مايعب بلابل اندمجوا فهنا يميني يساري و هنين يساري يميني يندمجوا مع بعض خلينا ندحين نفك العلبة مع بعض و الله انكتشمت حمسة و فك العلبة مع ان قد فتحتها صح قد فتحتها فستقرام متجر هذا هو الجهار القريب المقبض هذي هنا الجنب واضح لكم اضافة 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 هذه هي القطعة التي قلت لكم بجات المقطع تغير من اليمين لساق اضافة اضافة وهذه المثبت التي قلت لكم عليها اضافة هدية في العلبة اشكري بعض الحالة منصلكم العلبة لأن في الغالب لا نشيل شيء من العلبة لا نشيل لأنه سيزود السعر فنجعل شيء خارجي ونبيعه او ان نضاف لكم حاجة مثل ذيهاد ضفناها بشكل مجاني نكمل طبعا كده سيجل بلبلين في أكياس واحد اثنين سيجل كمان سكراتسس وما في فوق التعليمات كل هذا بخمشة رثير رياض وان متجرنا ومتجر سويت تويز بالله كيفان يا شباب هنا اقعد اسوق للمنتج تسويق ترى منتوا اشتروا سيت نفسي كنن اللي يطلع بكل سنابه و سنابه كأعلان و اقول انه هذي منتجات جميعها ب 599 ريال فقط اوكي من جيد يا جماعة الخير بكل جدية و بكل صراحة ترى المنتج والله انه متعوب عليه من جيد و سعر و انه بطل الصورة حتى لو دور عليه في الموقع الثانية حتلاحظ كالفرق السعر احنا مثلا لو افتحنا المتجر ما بدنا عطوبي الجملة بدنا اول شيف نروح محلادة تشامل عند العرب نحطه المتجر و هكذا فلقيت المجموعة نفسها عند الرجال هذات بقيمة ثمانين ريال قل مستحل ان اشتغل بثمانين هذي مع هاللاشياء و ابيعها مثلا بمية او كم حبيعها ما اعرف غير انه لازم اضيف عليها رسوم الشاحن و رسوم الشاحن و رسوم الشاحن او كثير فمثلا اني روحت اخطها بعدين بالجملة و اعتلكم مية بخمسة لكيه نرجع للموضوع في حت العلبة فزي ما اكتلكم هذه كل القطرة حنبدأ اول شي بالبلابل سوف نبدأ اول شي ببولبول رايت افتنس ففكوا كيس قلع الدرايفر درايفر الزافر توقع وهو الزد يعني الزافر شي كذا وهو نفس درايفر طبعا بولبول ميتر رؤوس و برضه هو نفس الدرايفر اللي جامع الكستوميز سيت لبولبول براثن النصر الاحمر شوف هو هذا نفس درايفر هو الزافر الزد اخصاره او الزافر الديسك هو نفس ديسك الوميض وهرقي اللي هو ديسك الثلاثن عشر بس هو مكتوب ولكن تباوزنه من جيد مارا جيد وبريس لكم الفرق من الاصلي والمقلد و من الشركة مكيو كمان هاذ هي اللير اللير الببول الاسطورة اللي هو الرايت افتنس نروح للببول الثاني لفت ابولوس حاجة معاكم ديسك ديسك الاثناش نفس الشجاع كمان فرام فرام التيرن هو برض نفس فرام وميتر رؤوس حطهم هنا كمان نفس الدرايفر الزافر اوكي بس هذا بلون ازرق اللون مرموح له اوكي واللير هذه لفت ابولوس اوكي تنينة ليش اسمهت هنا تنينة الحارق يبا افكرنا نرتب القطع و يلخلون ده بالشرع عن اول قطع شعر في مفاجأة في المقطع الجاي اللي سيكون نزالت بهذه البلابل اتوقعي ان نحو كون اليوم في الليل او ان نحو كون مقطع بكرة المفاجأة ستكون حلو واحد اعجبكم اللي هو تغيير الخلفية سوف نحاول نضعها في القناة واحدة واحدة لا نضعها كلها في مقطع واحد نبدأ جمعة الخير على طول باول بلبل اللي هو رايتس ارتميس او ارتميس اليميني كما ترون هذا هو اول عقب السام كما نسميه باللغة العربية شوف كيف شكل البلبل الرهيب شوف كيف شكل اللير اللون البنفسجي مع الاطراف اللي جايب اللون الاحمر اللون الاحمر هو حرفيا مناطق قوة البلبل كما تلاحظون هذا هو شكل اللير والله شكلها عجيب بصراحة يعني مع الاسكارات سيصير احلى انا بشيح ركب الاسكارات او لا مو حركيه انا بعد شوه يعني حركيه بعد شوه مقطع لازم ننزل مقطع الهين خيرين مرة في تصوير هذا المقطع شوف كيف مانا اللير من الخلف هذا شكل اللير بشكل اوضح اللير هذي يمينية فعش كده حكويتون بلبل بلبل رايتس او ارتميس او ارتميس اليميني فالليير هذي يمينية فعني حتدور بهذا الشكل فانتو شوف كيف جماعة الخير اللير هتدور بهذا الشكل يعني الضربات هتجيك من هنا ما هتجيك من هنا من الامام لا هتجيك الضربات من الخلف كده يعني فالضرباتها والانحياءات اللي فيها وتضاريس اللي فيها ترمجيت شي رهيب فهي اللير هتتوقع انها يب حتى بالدرافة اللير هذي هتكون مزدوجة ولكني نشوف انها تنفع اكتر شي الهجوم لانه فيها مناطق كثير في الهجوم ومناطق يعني مناطق قوة مرة جيدة الصراحة نشوف التيث مع بعض التيث صراحة والله جيدة مرة والله قوية مرة ومو بس جيدة مرة التيث مرة كسطورية الصراحة في فقرة كاملة في المقطع عن كيف نفك البلبل نفك كمان البلبل الثاني ونركب البلبل الثالث يعني نسوي بينه من دماج ثاني اللي جاش في البلبل ندرسك جيد صراحة ونقص لكم مزنوف في قياس زر القطع في البلبل اللي هي درارفة الزيفر شوف ان اول ما شفت اسم الدرارف روحت ترجمت اسمه ما لقيت المعنى بس انكتب لي في المعنى زفير زفر يعني بعد ما تاكل يسير يدك مزثرة فهذا ما معنى اللي انكتبه شطحنا مقطع الدرارف طبعا دائري ومفتوح من النص فيه فتح في النص لدخول الخروج الهو فتحة هذه جماعة الخير شوف دقائل ع BB شوفوا متر برون ولكن مغلق من النص سنختلف الاسمه ولكين ما مèn عم ماشه شوفing شوفه هنا فيه فتح في النص ٰ ليس تو Luther لما يكون مغلق يصبح أسرعي في الهجوم لما يكون مغلق يصبح أبطع في الهجوم أكثر فهذا مزدوج ولكن هجومي أكثر هذا مزدوج دفاعي أكثر فهذا حدو قدرة تحمل دوران وهذا يعطيك هجوم وسرعة دوران وعند ضربات أسرع وهذا نفس اللون اللي جاء مع بلبل ومتر رؤوس يعني ساب عنده نفس الدرايفر فوق كفه حغير دورات طبعا وكذا سيصير شكل البلب مع ما نركبه البلب طبعا ما يجي معه فريم طبعا هو أصلا ما يجي معه هذه القطع الدسك والدرايفر ولكن البلب اللي يجي بقاعدة إلكترونية في الحلبة الإلكترونية ولكن هذا القطع جابت شبك دمكيوه وكمان فيه شخص في الاني ما أحرق عليك وما سترغل حقاري جاية استخدام بلابل بدون درايفر الإلكتروني وحط لهم هذا القطع البلبل الثاني اللي يجي في المجموعة وهو بلبل ليفت أبولوس من أقل بلابل أبولوس اللي ساري زي ما تشافين أو التنين الحارق فشوفوا التضاريس اللي هنا هنا عندها منطقتين هجوم وهنا عندك هام منطقتين هجوم وهذه كمان منطقة طويلة كأنه قامنا الشجاع وهنا عندنا بعض المناطق المدببة في الأطراف يعني اللي المرة ما فيها أي مناطق إنها تضعفها أو تخليها تتحطم مثلا بس لو كانت يتضعيف والله هذي يا جماعة الخير صراحة يعني شي مو عدوي لو كانت يتضعيفة يعني مقلبتك والله لما بلبل مصاص الدماء كان من لما تقعد سوي لنا مراجعة في القناة كانت شوف إش هالبلبل الخرافي هذا مين حق دي نفوز عليه بعد شوة التيث ضعيفة ضعيفة كلهم فازوا عليها تفرج على التدريب عدوي يميني هو يميني اللون اللير أصفر وبرضو من أطراف أحمر زي اللون القبشير في الجواني وأحمر وفي حديد هنا رمادي وهذه قطعي في النص باللون الأبيض ومنجد اللير الخرافي وخلينا نشوف التيث هنا التيث مرة غريبة شوف كيف الأسنان شوفوا يعني هي قوية بس في نفس الوقت في هنا مسافة فخلينا نركبها مع بعض شان نعرف التيث من جيد قوية ولا لا بس أنا حسب اللي شايف أنه متوصل إلى قوية صراح الدسك الدسك اللي 12 هو دسك الشجاعة دسك البلاب الهجومية ودسك جيد الصراح خفية في الدسك والفريم فريم التيرن هو نفس الفريم الجامل من متر رؤوس ينفع تحطوه طبعا تيرن يعني مديكم تكلبوه كده وكده فرح يكون كده بوضعية وكده بوضعية ثانية ودرايفر نص درايفر الزفر أو الزفير أو الزفر قلينا نركبها مع بعض وكان نركب الدسك والفريم بعد أن نركب الدرايفر وضع الدرايفر طبعا حكون بلبل دوران يساري ومزدوج يا والله رهيب ألوانه مهم متناسخة صراحة يعني لون فريم والدور أزرق كي شرابت حين حنا نروح للأشياء اللي جات مع المجموعة فمثل عندنا هذا هو القريب شوف كيف القريب رهيب مره مقارب القريب الأصلي ترى من ناحية اللون ومن ناحية الجودة وما لكم من هذا هذا جامعة مع العلبة يعني جامعة جهاز الطلاق ونفس جهاز الطلاق العين الحمراء جامعة ريب كورد وبرضو هالي حق ريب كورد طبعا الطريقة للتركيب تمسكوهم كده كبير هذا في هنا منطقة كبيرة أوكي لحظات مر مره مره ضبط الفوكس في منطقة كبيرة وفي منطقة صغيرة حتركبوهم بحسب المنطقة الفتحة اللي هنا كده واضحة شوفوا كبير صغير شوف هنا كمان مساتر شوف هنا واضح هنا كبير و هنا صغير تمسكوهم حتركبوهم بهذا الشيء بهذا الشكل يعني كبير صغير صغير بعدين تلفوهم كده شوفوا كده تلفون كده شوف هذا معلومات بسيطة وسهلة ولكن في بعض الستروم اللي عندي جاء كلمان في الواتساب كلم موظف خدمة العملاء وخلينا نصروب للمقطع كامل والموظف قال لي انه هو كثير جاتر اسهي لانه كيف نركب هذي فكر قلت لكم هين في المقطع فهذا هو جهاز الطلاق طبعا كده يساري و برضه فيه نمط اليمين فكذا و طبعا هذي هي القطعة اللي احتجل تغير فيها بعد شو يحق لكم شو هذي القطعة وهذا هي مثبت جهاز الطلاق اللي نحطناه في المجموعة هذي شيء رهيب هذي شيء من جيد من جيد رهيب شوفوا هو كذا حاليا نشوف كيف ستساك الجهاز الطلاق والله ملغم اوكي تمسكوه كذا هذي طبعا هذي نضغط ايش الفائدة من له كذا مصبوط الاطلاق ولكن كيف ستضغطه يصير المسكة واضحة من جيد وتعوى من جيد دخول اطلاق يعني نجربوا ألعب بدونه وبعا ركبوه ألعب به من جيد ستحسوا فرق نحن يا جماعة الخلاب خلينا نوريكم في هذي الفقرة كيف سنغير النمط بهذه البربلين او كيف سنبجهم مع بعض اول شيء هتفكوا البربل وحتاجوا اللير طبعا لكل البربل هذي اليساري وهذي اليميني القطعة هذي في النصي هذي الزرقه هي اليميني وهذه البرض والذهبية هذي كحلية طبعا البرض الذهبية هي اليسارية لكي تكون بس واضح عندك كل حاجة هتقدر بربل من جهة التيل هتفكوا بهذه القطعة فيه هنا فتحتين وكل شيء واضح يعني لا يحتاج يعني تلفوها بالاتجاه المعاكس لما تسمع صوت طق وتنفك معاكم بعدها تقلوا تدفوها يعني تدفوها وتنفك معاكم شوفوا هنا فيه هذي شوفوا هنا فيه قطعة شفافة لما هذي تنفك هتلفوها كده طبعا لا تلفوها بالقطع هذي وتنريح نشفا كيك هاصلا هتنفك هتجي لين هذي الفراغ بعدها بسهولة مرة تقلوا تطلعوها باري شكل هذي هتكون القطعة اليمينية بعدها تطعوا من هنا هتتسوه كيف ايش قالوا هم هت كده يعني هتتفوها الفراغ وتنزوها ساحت هتنفك معاكم القطعة هذي كده هذي هتنزل شوفوا انت هتكون هم اتكون بربلة كده كده هتقلبوها هذي القطعة هتنزل اتفاق معاكم هنجزين سووا نفس الشي اللي سواتوا انقرب شئ مع بربلة الثاني هجم عدخير انتصابوه هذي هالي الفاجل الاتجاه اليميني هذي هتلفوه الاتجاه اليساري لما مثل انتمسكوا هذي القطعة هذي هتلفوه كده هذي هتلفوه كده هذي هتلفوه كده هذي شباب شوفوا الشرح واضح جداً جداً سهل لما يحتاج له تفكير هذي القطع خلوه مكانها القطع التغير هي هذي القطع حتى الكده من الاحظين الصغير من هنا شوفوا هذي كيف فيه البروج الاحمر لسيف الاحمر شوفوا هذي ما فيها حاجة فهذي دائما اللي تنشال وهذا الثاني تنشال وباس والله تحطوا هذي هنا وهذي هنا البلبل هذا صار هو اليساري وهذا صار يميني ولكن هذول مندمجين يعني هنا عنده قوة يمينية وهنا عنده قوة يسارية كي عكس اكس هنا يساري وهنا يميني ثم عندك البلبل اليميني ولكن هنا عنده قوة يسارية قوة يمينية ولكن هنا البلبل اليساري فهذا الشيطة مرحفة مع البلبل وكذا حيكون الشكل اللير كي جماعة الخير ذلك هذي راح نقززها القطع وبرضو يوم اقتلكم راح نصري فرقات بين القطع يعني بين القطع الاصلية اذي كان عندها قطع الاصلية 20 قرام تقريبا 19 قرام 92 20 قرام 19 درايفر 4 قرام 94 نصريبا كل قطعة وقطعة الفربة القطعة الاصلية فمثلا خلينا نشوف ديسكة الوميضة المظلم كم وزنه 20 قرام و 21 نشوف ديسكة اللي جمع البلابل 22 و 22 والله و 21 نفسه بالضبط الله ساطرم كي و كي والله كفو من جد شيء الصوري خلينا نشوف كل البلبل 45 قرام و 2 كي والله جيد اللير الاولى البلبل الثاني 18 قرام و 74 والله الصراحة خفيفة اللي خلينا حنقارم معنا بجندسك الشجاع البركاني 16 جم و 66 2 30 جم و 89 دسك الشجاع 16 جم و 64 6 65 أوه ما شابه ما شاء الله والله ساطير سقط نفس الوزن قد يليبوه posts 9 거죠 يعني دورة أصلي 5 جرام يعني دورة المقلد أخف بصراحة ما عرف كيف وزنيت الحلبة وما عرفت حاليا الحلبة مائلة مستقيمة في النصف في أي شيء فحاليا حاليا بس النزلات هذا سوديو فتل عدو نبدأ بلبل غميني مزدوج وضعه جيد نوعا ما وبطلق عليه في الأخير بلبل ما يجزء الأول حيث أن يجزء الأول جزء أول لا تفشلنا لا تحطم الصراحة خارج حلبة نجرب ضد بلبل من نفس جزء ونفس البلبل العقرب السام الدغو ألدي عطي لدغة ماذا بل قاعد تسيرت ماذا حدث؟ لمسة واحدة كده سوت حسنا الواضح أنه هجومة بلبل موارة قوي أولا الصراحة لا نعرف كيف ألعب السلطة هذا من خفض يعني في الأرض قريبة نوصل لنهاية الأرض والكاميرا متفعة شوية وطريقة الإطلاق عندي مرة صعبة لأنه من قادر أطلقه وسلوم مرة نازل وأنا واقف صعب صعب الصراحة نجرب بلبل ذحين هل تجربة؟ أخير للأخير نضيف حقنا يلا ما بغحت رجومي بلبل ثاني لسا شوفه صراحة ضربات يعني جيدة يعني هو مو قاعد مو ببل خفيفة لما تجي ضربات يتحطم بسهولة يعني قد ضربات على قد حاله صراحة جيدة نجرب بلبل يساب الثاني يا جماعة الخير جاعة برحمة هادي البداية بعيدة هاجم يلا شجاع هجوم هادي يلا محب ليه بلبل هادي بلبل هادي بلبل هادي يوم نجرب بلبل تجربتين هادي بلبل غير ستكون ضرباتنا يلا لهم هادي 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 أتمنى اجاب المقطع اليوم هذه هاتا هادي في المقاطعة الجائية عن التجربة أكثر وممكن اليوم مزيد لكم مقطع ثاني وبارضو فيه مقاطعة ثانية هجاب الاندماج في المقاطعة الجائية فصلنا للاختام شكرا لكم على دعمكم شكرا لكم شكرا لكم اذا فتحنا القناة ثانية هتشترك فيها؟ يعني لو قال افتح قناة ثانية هتشترك فيها؟ غير البلابي المحتويات ثانية عند أحمان بيسروا محتوي ثاني ماربا خارج عن البلابي حتى مقاطعة العواجي وغير كده بنسيب ستريمار بنسيب ستريمارز ونزيب بذوت مع التويتش ودعني لمسخ ثانية كما اطول عليكم مع السلامة السلام